الولايات المتحدة قلق تجاه وجود جديد لروسيا على البحر الأحمر لطالما اشتهت روسيا ذلك وأرادوا مرفأ أيضا في سوريا والآن لديهم هذا الميناء ما فعلته روسيا في عددنا الدول الأفريقية ومثلا في ليبيا دخلت روسيا عندما كان هناك تقاتل وفوضى واستفادت من عدم الاستقرار لزيادة وجودها وجدت المجاميع المتنافسة واستغلت وذلك ونحازت إلى طرف دون الآخر من أجل السعي لمصالحها ما هو مختلف في روسيا مقارنة مع الدول الغربية هو أن روسيا تسعى إلى مصلحتها عودا عن حل المسألة الإنسانية هذه نقطة مهمة جدا ما تقولها سيد ديفيد أنها ستحاول أن تستغل هذا الموقف لمصالحها الخاصة هناك تحذيرات كثيرة تحذيرات أمريكية كثيرة منها في جلسة استماع الكونغرس الأمريكي تحدث الجنرال مايكل لانجلي وقال أن تنامي وصعود تحركات روسيا في المنطقة لها تأثير كبير على استقرار هذه المنطقة لأي مدى تحمل هنا الولايات المتحدة هذه التحذيرات على محمل الجد الولايات المتحدة بحد اعتقادي تأخذ هذه التحذيرات بجدية كبيرة نحن نراقب ما تفعله روسيا حول العالم الأخبار صباحا اليوم تظهر أن لروسيا سفن وصلت إلى كوبا هذا أثار الزعر في واشنطن أيضا الوجود الروسي في السودان وفي البحر الأحمر إن الولايات المتحدة تراقب ما تفعله روسيا لا نريد امتداد للقدرات العسكرية الروسية لأن هناك مطامع روسية بالنسبة للأراضي لاحظنا ما فعلته في منطقة الدنباس وغيرها وفي ضمها لشبه جزيرة القرم عندما تفعل روسيا كل ذلك حول العالم كانت أيضا مجموعة فاغنر ناشطة كعميل يعمل بالأصالة عن روسيا لقد تفككت مجموعة واغنر ولكن الأهداف ذاتها هي لتعزيز وجود روسيا ودفع قدرات روسيا قدما حول العالم والاستفادة من الطرق التي يمكن لروسيا أن تضرب بها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إن حتاجت أن تفعل ذلك في مستقبل عليها أن تكون متموضعة حول العالم